دعا الفريق المماثل للإئتلاف الوطني من ناشطي المجتمع المدني العامل على رصد تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن نتعرف على الإئتلاف ومدى تطبيقها والتقرير الذي تم فيما بعد لرصد مدى تطبيق الدولة لهالقوانين نرحب بالدكتور مهند العزي خبير في مجال حقوق الإنسان صباح الخير أهلا سعر بك أيضا نرحب بمها نحاس مها ناشطة في مجال حقوق الإنسان صباح الخير نورينا لو تحكي لنا ستمها عن الإئتلاف فكرته وأهدافه الحقيقة هو الإئتلاف مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة ناشطين وناشطات اجتمعنا على عمل تقرير يرصد مدى تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن زي ما اسمعنا في التقرير هو عبارة عن 18 منظمة من المجتمعات المدنية و40 ناشط وناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هذول الأشخاص اللي شاركوا معنا في التقرير لكن كأشخاص هم 40 شخص و18 منظمة كانوا معنا في النهاية تم انتخاب سبع أشخاص فريق ممثل لهذا الإئتلاف الوطني لمتابعة إصدار التقرير عنوان التقرير المرآة الواقع وأداة للتغيير هل تحسوا فعلا هل ممكن هالتقرير يكون أداة للتغيير وجعل الاتفاقية وأحكامها فعالة أكثر مطبقة أكثر في الدولة؟ بالتأكيد العنوان مقصود ومدروس أيضا لأن مرآة الواقع لأن هذا التقرير لا يعكس وجهات نظر شخصية وليس مقصود منه كما نقول دائما الترصد ولكن مقصود منه الرصد لأنه أعتقد سياسة ومنهج يعني كما يقال في أحيانا كما يستخدم الساسة الثناء والتطبيل والتزمير دون قياس حقيقة الواقع يعني لن يؤدي إلى شيء إذا أردنا البناء والتقدم في أي مجال سواء حقوق الأشخاص والعقاء أو حقوق الإنسان لابد من قياس الواقع دراسته تحديد ما يكتنفه من فجوات وتحديات بغرض التغلب على هذه التحديات وتلك الفجوات فمن هذه الزاوية هذا التقرير مرآة للواقع لأنه موثق بشكل علمي وبأنواع مختلفة من الأدلة والأسانيد بدءا من تحليل منظومة التشريعات الوطنية والسياسات وتوثيقها بالنصوص من مصادرها الرسمية مرورا بتحليل أو قياس مدى تأثير الفجوات التشريعية على ما يجابه الأشخاص والإعاقة في حياتهم اليومية من ممارسات عملية لأن البعض قد يعتقد بأنه بجوز يكون فيه خلل أو فراغ تشريعي لكن ما إلو أثر على الممارسات لا إحنا في هذا التقرير بالدليل وبالقياس نقول بأنه فيه فراغ في هذا الجانب وانعكاسه على الممارسات العملية تمثل بكذا وكذا من خلال دراسات حالة من خلال قصص حية ومن خلال تجارب للأشخاص والإعاقة أنفسهم الأهم من ذلك أيضا أن هذا التقرير تم عرض مسودة نهائية على أكثر من 400 ناشط وناشطة وممثلين للأشخاص والإعاقة في مختلف مناطق المملكة من شمالها إلى جنوبها من خلال لقاءات تشاورية قام خلالها المعنيون بتحديد الأولويات وقراءة المواد ذات الأولوية التي اختاروها هم بأنفسهم وقاموا بقراءة نتائجها وتوصياتها ثم قاموا بإعطاء تغذية راجعة وتعليقات تم إدراجها أيضا في هذا التقرير انتهينا من هذا عكسنا الواقع من خلال هذه المرآة أدى للتغيير من خلال ما تضمن التقرير من توصيات وهذا دليل ما نقول بأن التقرير أدى للرصد وللتغيير وليس للترصد بأنه إحنا بعد أن قمنا بتحديد الفجوات قمنا في كل مادة التقرير يحتوي على 33 مادة هي مواد المتعلقة بالحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اتفاقية حقوق الأشخاص ذو الإعاقة كل مادة تضمنت مجموعتين من التوصيات توصيات تتعلق بإصلاح وتعديل السياسات والتشريعات وتوصيات تتعلق بتقويم وتصويب الممارسات العملية ووضع الخطط والبرامج فأعتقد زي ما حكت مها أنه هذا التقرير وزي ما حكت الناطق الرسمي في التقرير من اللحظات هذا التقرير أدى للتغيير لصانع القرار ولمنظمات المجتمع المدني إن شاء الله إن شاء الله يعني رح نحكي أكثر عن المخرجات والتوصيات بس دي أسألك مهام شو حسيتوا من خلال دراستكم لتطبيق الاتفاقية الفجوات وين موجودة أكثر إشي بأي جوانب زي ما حكي قبل شوي دكتور مهند في فجوات على الصعيد التشريعي والقانوني في فجوات على صعيد الممارسات يعني ممكن فيه في القوانين بعض المصوص القوانين بتكرس التمييز ضد الأشخاص ده والإعاقة زي شو لو بدنا نفصل أكثر مثلا فيه عنده قانون بيقول يعاقب بخمس دنانير من أفلته حيوانا أو كأو مجنونا يعني هون بيشبهوا الحيوان بالإنسان هم بيقصدوا المجنون الشخص ده والإعاقة الذهنية فهون بيربطوا الحيوان بالإنسان وهذا شي مش مقبول يعني لا عقليا ولا قانونيا ولا هاي أحد الأمور القوانين اللي بتكرس التمييز طيب إحنا معنا اتصال ألو صباح الخير صباح الخير ده أنا كيفيك كيفك نايرين الحمد لله كيفكم كيف ضيوفكم أهلا وصلاحة أهلا فيكم أنا بس بدي أعرف للضيوف يعني باختصار مين أنا أنا اسمي نايري رئيسة ومؤسسة جمعية دعم مرضى إجتهاب المفاصل أنا دايما بسابع البرامج فحبي أسأل أنه بما أنه الموضوع عم بيحكوا عن الإعاقات آه يعني أنا نجحت والحمد لله أنه أغير ثلاث تشريعات بحقوق مرضى اللي عندهم إعاقات بس إعاقات نسبية فأنا حب أتطوع بهذا البرنامج وأعرف لمن بقدر أتصل حتى أحط كمان من ضمن المساعدات إيش اللي بقدر أقدم من تقارير ولأنه بقدر أوثل هاي الأشياء لل يعني الراسبيكتوف بيبل أنه بالحكومة بقدروا يغيروا بهاي الأمور لأنه حتى الإعاقات عندنا موجودة بإعاقات نسبية وزي ما هلأ الأخت حكت أنه بشبه الناس بالمجنين ما بيصير يعني حتى أحنا لما نروح نقدم طلبات لنشتغل حتى نسبة الإعاقات النسبية بتطلع عليهم بالشكل أنه أنتو مش مرغوبين ولو في قانون بالعمل الأردني أنه لازم يكون في نسبة معينة من التوظيفات لأنه عندهم إعاقات لكن هذا القانون لما تنجي إنتي فعليا تشوفوا بالأتقر ديبارتمنت بالشركات بتطبق أبداً ما عم بتطبق وإذا تطبقت مثلاً واحد بيكون عنده مؤهلة عالية وخبرة عالية نتيجة إعاقة معينة عنده الشركة عم بيعطي له وظيفة متدنية جداً 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 وغل الفق إنه ما يوظفه كمان يعني فوق ما بوظفه إذا إذا صار عنده رحمة قلبه بده يوظفه بحطه بوظيفة متدنية جداً 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 يعني فوق الإعاقة اللي عنده بيجيله إحباط واكتئاب بفضل إنه يقعد بالبيت أحنا في عنا نسبة إعاقات عالية جداً بالأردن اللي في عندهم إكتئاب وإحباط قاعدين بالبيوت لكن مش ظهرين لأنه أول إشي ما في حدا بدؤ بوابهم وبسألهم تاني إشي النتيجة السوشيال استيجما باستحيين يطلعوا يحكوا عن حقوقهم فأنا حاب أعرف إنه اللي النهاية أو خلينا نحكي المؤتمر هذا اللي يستووا مو مع مين بقدر أتصل أنا حاب أطوع إنه أقدمهم اقتراحات وأساعدهم في سند التشريعات أشكرك نايري أكيد شكراً إليك دانا هل تحبوا تضيفه؟ هو لفت نظري إنها قالت بأنها بعد جمعيات التهاب المفاصل كأنه واستخدمت يمكن تعبير الإعاقات النسبية إذا أنا سمعت مزبوط هذا بسلط الضوء على أينا نقطة في التقرير هام جداً تتعلق بمن هو الشخص ذو الإعاقة وكيف يتم تعريفه لأنه التعريف اللي يتناول القانون هو تعريف طبي تقليدي لا يعبر حقيقة عن حقيقة شريحة الأشخاص ذو الإعاقة الأشخاص ذو الإعاقة وفقاً للتعريف الوارد في الاتفاقية هو كل شخص يتم تقييد أو الحد من مشاركته وممارسة حقوقه نظراً لتداخل العوامل الشخصية التي قد تتمثل في فقدان الحواس أو أي أن كان مع العوائق البيئية والسلوكية وبالتالي في العديد من الدول الآن مثلاً في بريطانيا وفي أمريكا قوانين حقوق الأشخاص ذو الإعاقة تعترف بما يسمى بالإعاقات غير الظاهرة بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يكون الشخص على كرسي أو ماسك عصايا أو لابس نظار عشان أحكي أنه لدي إعاقة لا الأشخاص الذين عندهم مثلاً مرضى السرطان الأشخاص الذين عندهم الـ HIV الأشخاص الذين عندهم مرض الكلا مثلاً هؤلاء في وضعية إعاقة أو ديسيبلينج سيتيواشن كما يسمى وبالتالي هم يندرجوا ضمن منظومة الأشخاص ذو الإعاقة التواصل معنا يعني ممكن إذا زالت الموقع www.crpdjordan.org بيكون هناك في معلومات للاتصال والتواصل مع فريق التقرير أرجع أذكر بالوابسايت نايري أو لكل المهتمين www.crpdjordan.org طبعاً للي حابين يزوروا الموقع ويستفسروا أكتر رح أرجع أذكر بالوابسايت بنهاية لقاءنا بس أرجع ألفت النظر للموضوع لذكرته نايري فيما يتعلق بالعمل بالقانون رقم 31 لسنة 2007 مادة أربعة تحديداً يعتبر لازم وواجب تدبير خاص لضمان الحد الأدنى لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى فرص العمل والتوظيف لكن بنفس القانون في فرصة أو في مبرر تعسف إلى فرض أو رفض تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة اتطرقتوا لها المشكلة في موضوع التقرير؟ طبعاً اتطرقتنا بس ماليش خليني أنا قبل ما أنسى بس بدي أعلق على إشي من اللي حكته وأضيف لمعلوماتها الأخت اللي حكت أنه بحب أنوه هون أنه إحنا في الإتلاف لأول مرة كأنواع إعاقات اشترك معنا مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية مرات بيكون مش معترف فيهم أن هم الأشخاص ذوي الإعاقات اشتركوا معنا وكانوا كثير فاعلين في إصدار وإعداد التقرير برجع لسؤالك هلأ في القانون يجب تعيين الأشخاص ذوي الإعاقات وبقول لك في الآخر شرط توفر إمكانيات أو أنه يقدر يقوم في هذا العمل تصف أن صاحب العمل حج أنه ما يوضع ممكن حج كثير قوي أن تسمح طبيعة العمل بذلك هلأ إذا أنا طلعت أنا معاي مثلا شهادة IT إذا أنا طلعت على الشركة عشان أقدم وظيفة طبيعة العمل ما بتسمح لي إمتى إذا كانت المكتبي في الطابق الثالث المكتب اللي أنا بدأ أشتغل فيه وما فيه مصاد معناته المشكلة صارت مش عندي هون بقول لك طبيعة العمل لا تسمح طب هيك قانون كيف ممكن تعديله دكتور؟ هو أنا اللي أحكي أنه الموضوع أبعد من هذا كمان أنه لما القانون أولا القانون عشان الناس تكون بالصورة كمان لم يصدر حتى هاي اللحظة لم يصدر أي نظام تنفيذي أو تعليمات من أجل تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بالحقوق الأساسية والحريات اللي بنص عليها فالقانون عمليا كما نقول دائما متجمد على صفحات الجريدة الرسمية الأسباب هذا بجوز بحث آخر الوقت يضيق عن أنه نخوض فيه لكن مادة مثل هاي كما نقول تحمل عوامل نقضها يعني هي أو هدمها لما بتقولي أنه الحد الأدنى للتشغيل هو 4% وهذا تدبير خاص زي ما تفضلت حضرتك يشير يعني إلى أنه هناك مشكلة عادة زي الكوتا مثلا للنساء في البرلمان لو النساء متحقق لهم المساواة والمشاركة السياسية بشكل فاعل كان مش بحاجة لكوتا فوجود الكوتا بمعناها تقول بأنه نحن نعترف بأنه هناك مشكلة ونضع هذا التدبير الخاص لضمان الحد الأدنى للمشاركة طيب في مجال الإعاقة لما القانون يقول بأنه على الجهات في القطاع العام والخاص توظيف ما نسبة أربعة في المئة إذا كان عدد العمال يزيد عن خمسين ومش عارف عام الواحد إذا كان العدد ما بين خمسة وعشرين وخمسين أي كان وبعدين يقول لك شريطة أن تسمح طبيعة العمل بذلك والقانون ولا في تعليمات ولا أنظمة بتحكي لي من يحدد بأن طبيعة العمل تسمح بذلك ومن يفصل في هذا الموضوع بالضبط أنا إذا صاحب عمل النقطة هاي تحديدا اللي ببت فيها عادة للأسف التقارير الطبية والتقارير الطبية هي مشكلة المشاكل بالنسبة للأشخاص والإعاقة هي بوابة الدخول للأشخاص والإعاقة لممارسة حقوقهم الأساسية إذا أنت لديك إعاقة إذا أردت أن تتعلمي بناءًا على تقرير طبي معونة وطنية بناءًا على تقرير طبي العمل بناءًا على تقرير طبي التعليم العالي المشاركة السياسية طبيب يجدس خلف المكتب يقول بأنه والله مهند لديه إعاقة بصرية وفي ذيل التقرير يقول وهو غير قادر أو غير لائق لأداء الوظيفة أو لائق يعني حسب ما يرتقي الطبيب إحنا اللي نحكيه الطبيب تخصصه طب يعني بحدد درجة الإعاقة ونوعها لكن من أين للطبيب أنه يعلم ويحكم على قدراتي أنا أو إمكانياتي إذا كنت أستطيع أو لا أستطيع طبيب ما يعرف أنه فيه برنامج يعني إذا أنا رحت لطبيب ما يعرف أنه فيه إشيء اسمه قارئ شاشي ناطق للأشخاص وحكيت له الله أنا متقدم لوظيفة مثلا آي تي منجر أو كذا بديو حكيني من وين لك طب أنت يعني ما بتعرف تستخدم الكمبيوتر كيف بتعرف؟ بالزبط ونفس الشيء بالنسبة لأشخاص الصوم والأشخاص الآخرين لذلك يعني حصر الإعاقة في هذا المنظور الطب الضيق هو الذي يقيد الأشخاص ذو الإعاقة كنت أحب أن أضيف إشيء بس معنا اتصال فراس من الكرك صباح الخير فراس صباح الخير كيف حالك؟ أعطيك العافي شتين طو ضيف الله يعافيك تفضل كنت أحب أن أحكي عن فكرة مشان تسهيل عملية التنقل لأخواننا الصحابي العاقات من خلال التكسي مثلا من مكان متجفل البيت استخدام الكرسي كيف أنه بعض السوقين التكاسي ما يخدموهم عشان فيه كرسي وفيه كان فيه علية معينة أن يكون فيه تكسي مخصصة أنها تستوعب هذا الكرسي يكون بشكل أسهل هذا موجود برا بس ما يعني الفكرة مناسب قبلها وفيه فكرة ثانية مشان تخفيف على أخواننا الكاففي البصر عن طريق استخدام نظارة سمعية إرشادية فبدل ما واحد يمسكوا يعني يجيبوا على الطريق الصحية عشان ما ما يتعرض لأشي فتكون هاي البرمجة موجودة ما بين النظارة السمعية إرشادية تتعرف على معطيات المكان تحولها لأشهدات السمعية وتوصلوا للبديل طبعا لها كياب تقريبا من خمس سنوات ونحاول أعرضه على الناس اللي يتبنوا هاي الأفكار المبادات وما حدا رأت تحية ما أدري يعني لمين نروح على الشيء مثلا نجسد هاي الأفكار ونقدم خدمه لإخواننا وصحاتنا يعني بأشكرك في رأس على هالفكرة وهالروح الحلوة خليك معنا رح ناخد رقمك تحت الهواء لنشوف كيف نقدر نتعاون مع بعض دكتور مهنة تحب تضيف شيء؟ هو الزمين تطرق لنقطة غاية في الأهمية والتقرير أفراد لها مساحة واسعة في المادة تسعة من التقرير وفي المادة أيضا واحد وعشرين اللي هي خاصة بالتنقل التهية البيئية والتنقل بالزبط لأنه التقرير رصد من خلال تحقيقات متخصصة أيضا ومقابلات خصوصا في تحقيق بحب أشير له اسمه سجناء في كرسيهم المتحركة عملته إحدى شبكات الإعلام المستقل هنا تظهر مدى الهواجز السلوكية اللي وجبها الأشخاص زوال إعاقة في التنقل خصوصا في سيارات الأجرة لدرجة أنه بعضهم مثلا بدفع أكثر من نصف مرتبه فقط من أجل التنقل من البيت إلى العمل وبالعكس لأنه بعض السائقين يرفض تحميله والبعض الآخر يطلب أجر زائدة والبعض الآخر يخاف أنه يركب شخص لديه إعاقة ونحن تصير معنا بشكل يومي يعني يكون زميل يأشرنا لتاكسي معه حداء لا معه حداء إذن أنا صعب أني أنا أركبه معي هذا بالنسبة للحواجز السلوكية العوائق البيئية أن وسائط النقل نفسها غير مهيئة هذا أيضا موضوع آخر يعني في التقرير رصدنا بعض التصريحات للمسؤولين عن قطاع النقل قالوا بأنه هناك في كل البلد 14 حافلة مهيئة لكن الكثير منها وفقا لتصريحاتهم لا يعمل لأنه نسبة أو معدل التشغيل بالنسبة إلها ليس معدل مرتفع هذا التقييد في الحق في التنقل حرم عديد من الأشخاص من العمل حرمهم من الذهاب إلى التعليم بشكل منتظم حرمهم حتى من الانخراط في العديد من الدورات التدريبية والنشاطات الاجتماعية لكن كما نقول كلمة السر دائما هو في ضعف التهيئة البيئية وغياب الريزن بالأكميديشن أو الترتيبات التيسيرية المعقولة مها بتحسي فيما يتعلق بهذا البند في نوع من انتهاك الخصوصية والاستقلالية الفردية فيما يتعلق به التهيئة البيئية والتنقل أكيد يمكن حسيت مني مبارح لما حكيتي معي ودعتيني على البرنامج أنا في حال غياب التهيئة البيئية برفض أي حدا يحملني مثلا هذا يعني إشي أنا ما أي حدا يلمس جسمي مثلا أو حتى أنه يحملني عشان يطلعني لدرجة أو درجتين فأنا ليش ما يكون في استقلالية وحرية في التنقل لإلي نفس الشي الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لما يكون في عندهم الإشارات بتدلهم على وين أنه لازم يروح لما بدخل على مركز صحي مثلا بيعرف بالإشارات وين عيادة الأذن وين عيادة العيون وين عيادة الأطفال هذا لازم يكون واضح لهم بالإشارة إذا ما فيه هون نحرم حقه في الصحة صح صح يعني إحنا نشكر حضوركم وإن شاء الله نأمل أنه يكون هالتقرير هو فعلا أداة لتغيير دكتور مهند العزة خبير في مجال حقوق الإنسان شكرا لحضورك أيضا مهانة حاس ناشطة في مجال حقوق الإنسان شكرا إليك شكرا نكملين معكم بعد الفاصل ميز رح تكون مع زميلتنا رائدة حمرة الحائزة على جائزة تومسون رويترز بعد الفاصل شكرا